تستمر تداعيات حادثة سقوط الطائرة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود بين واشنطن وموسكو آخر فصول هذا التوتر بين الجانبين إعلان البنتاجون أن لديه مؤشرات ترجح محاولة روسيا انتشال حطام الطائرة التي سقطت بعد اعتراض روسي لها مؤشرات قلل البنتاجون من فرص نجاحها لدينا مؤشرات ترجح محاولة روسيا انتشال حطام المسيرة MQ-9 لكن من المستبعد للغاية في تقديرنا أن يتمكنوا من استرجاع أي شيء له فائدة نظرا لأننا اتخذنا خطوات لحماية المعلومات على متن تلك الطائرة والأهم من ذلك أن الطائرة تتحطمت في مياه عميقة للغاية وفيما تنفي السلطات الروسية إسقاطها للطائرة المسيرة أكد المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر صعوبة الجزم ما إذا كانت روسيا قد تعمدت إسقاط المسيرة وشدد على أن واشنطن لا تسعى لصراع أو تصعيد مع موسكو الولايات المتحدة لا تسعى لصراع مع روسيا ولا تسعى للتصعيد معها حتى نبقى مركزين على هدفنا الرئيسي وهو تقديم المساعدة لكرانيا للدفاع عن نفسها ورغم رسائل التهديئة بشأن حادث المسيرات فوق البحر الأسود إلا أن جبهة أخرى قد تفتح بابا للتوتر الجوي بين موسكو وواشنطن هذه المرة في سماء سوريا فوفق رواية واشنطن اعتبر البنتاجون أن تحليق الطائرات الهجومية الروسية المسلحة بانتظام فوق القواعد الأمريكية في سوريا يأتي في سياق استفزاز الأمريكيين بيد أن موسكو أكدت أنها لا تسعى لمواجهة مع الولايات المتحدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أشارت إلى أهمية أن تكون خطوط الاتصال مفتوحة بين الجانبين